السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن بقى علينا إنه نجرب الـ Local Notification على الـ Android طبعاً في شغلة هنا أنا عندك في الـ New Android Initialization Settings هنا اكتبها بهذه الطريقة طبعاً نشتعاملها double MIP Map نتعملها بهذه الصورة أتصور أيضاً موجودة هنا في مكان ما هنا أين أنت؟ هي موجودة هنا أنا على فكرة أنا متأكد أنه مرة من المرات في زمن سحيق شاهدته هنا آها this one تلاحظ؟ هذا يعني أخاف أنه أنت محافظة أو ممدقق بها فممكن تأخذ منها Copy وتلصقها هنا أوكي باست لاحظ؟ same فهذا وزايداً في الـ Build Gradle اللي هو هنا راح يكون الـ App في مسار الـ App لما تفتح الـ App تلقي Build Gradle هنا الـ Compiled SDK أنا عملته 28 هو 27 بس أنا عملته 28 لأنه يمي إذا يحدث Error فأنت عادي إذا يعني إذا هو 27 يشتغلي عندك عادي جداً بقيها 27 بس في حالات تظهر عندك Error إذا ظهر عندك Error معنات أنه عادي أحاولها Compiled 28 مثل حالتي يا مسكين يا مسكين طيب Plus لا تنسى تتأكد أنه تعطي Permission للـ Internet للـ Boot Completed الـ Vibrate هاي في حالة إذا تريد تفعل الهزاز and I'd like this أتصور البقية الأشياء هي By Default أصلاً موجودة طيب إذا يبقى علينا أنه تشغيلها أشغل عندك الـ AVD أو على الجهاز الحقيقي أنت حر فهنا نجي نقول له Run رح يشغل عندنا الـ Console ورح يطلع الإعازات مفروض أنه أحنا ننتظره شوي لحد ما يكمل هذه الأشياء أوكي طريقة استخدامها أنت تعرف سهلة جداً يعني إحنا جربناها على الآيفون فقط مجرد أنه نريد أن نجربها على الأندرويد لاحظ هذا هو Build Gradle هذا الأشياء فقط تحتاج تغييرها لأكثر ننتظر لحد ما يشتغل طيب إحنا هنا نشتغل عندنا لاحظ هذا هو المخرجات Time Out هذا عتيادية أنه يطول في أوقات لاحظ Build تقدر تستفد من APK Debug هذا ممكن توزع للأصدقاء وفريقك حتى يعملون عليها التستات بس بالأخير هذا ما ينفع ترفع لـ Google Play لازم ترفع لشكل Release فممكن أنه أنت تأخذها بلاس أنه هذا هي المخرجات تمام إذا نحن نلاحظ هنا في الأندرويد يشتغل Local Notification إذا ضغطنا اسمعوا يمكن راح يطلعوا إياه الصوت أيضاً لاحظ ما أعرف إذا اسمعتوا الصوت أو لا لا أعرف هنا أنا محمد عيسى، أحمد وسامة أوكي لما أنزل هذا الـ Notification لازال موجود لما أضغط عليه تقدر عندي الـ Pop-up Notification This is my name أوكي إذا في الأندرويد أيضاً اشتغل معدكم الملفات المشروع راح نرفعها أكيد على الـ GitHub كل الأمثلة نرفعها على الـ GitHub ممكن أنه تحملوها من الـ profile الخاص على الـ GitHub محمد عيسى لاحظ شي جميل شي رائع طيب إحنا جربناها على الأندرويد وأيضاً جربناها سابقاً على الآيفون لهنا إحنا نوصل إلى نهاية الدرس ونقلكم مع السلامة